أولي الإسلام اللي بيقولوا الإسلام إنه كتابنا محرف ده صحيح؟ مش كتابنا محرف يا روز الترجمات اللي في إيدينا الترجمة لكن كتاب موجود محرف مهما بيقولون لك كلام ده بيقولون لك كتاب اللي موجود بين إيديك محرف شوف هذا المخطوطات الكتاب المقدس باللغة هي الأصلية ماذا يقول هنا ليس بين إيدينا المخطوطات الأصلية أي نسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من الأسفار العهد الجديد أو العهد القديم شوف هذا مثلا يقول وجديرهم بالملاحظة أن المسيحية تهتم كثيرا بالبحث عن المخطوطات وتسعى دائما لاكتشاف المزيد ولا تفزع إن لحظت أي اختلاف بين مخطوطاته ومخطوطه ولم تسمع أبدا تسعى أبدا للتخلص من أي مخطوطة مما كان الاختلاف وأن كنا نشكر الله لأنه برغم موجود آلاف المخطوطات فالاختلافات بينها طفيفة إلى جانب نحو 8000 مخطوطة باللغة اللاتينية وما يزيد عن ألفي مخطوطة من الترجمات القديمة في لغات عديدة غير ما يكتشف بين وقت وآخر هنا يقول عند نسخة أي كتاب بخط اليد لابد أن تحدث أخطاء عند النقل سواء سهوا أو عمدا في بعض الأحيان وعند استنساخ هذه النسخة تنطق الأخطاء النسخة المنقول عنها إلى النسخة الجديدة على وعلى ما يحدث من الناسخ الجديد يعني كيف هذا وحي وأنه الكتاب يعني يخطئون في نقل الوحي مثلا شوف هذا الكتاب المقدس مثلا يقول ومن الواضح أن ما أدخله النسخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه وعلى بعضه الآخر فكان النص الذي وصل إلى آخر رام إلى عادة طبعه مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عهد عدد كبير من القراءات شيء عجيب هذا الكاتب مثلا يدعو إلى توحيد الكتب الأناجيل إلى كتاب واحد مثلا مطلوب كتاب مقدس بلغة العربية يصدر عن الكنيسة القبطية لتوحيد النص شوف هذا يقول حقا أنه من العارة أن تكون الكنيسة القبطية بكل تاريخ العريق بلا كتاب مقدس موحد باللغة العربية من يدقق في كتب الكنيسة أول ما يفاجأ به هو اختلاف النص في الكتب من كتاب لآخر فما هو موجود في الأجنبية لا علاقة له بالنص الموجود بالقط مارس أو بأي كتاب آخر من كتب الكنيسة اختلافات متعددة يعني على المئات من الاختلافات هؤلاء كتاب مسيحيين يقول هنا بل حتى الاختلاف موجود في نفس الكتاب من موضعا لآخر ولا يمكن الاعتماد على النص العربي أو يعول عليه من الكتب الكنيسية كنسية حيث أنه لا يمثل ترجمة صحيحة بل هناك نصوص من الخطأ لدرجة أنه قد تعكس المعنى بحسب المفهوم الكتابي شوف فقط من أجل بعض توضيح المعلومات وليس يعني تعصب لا سمح الله أو شيء أو أنه نريد أن نطعن بالمسيحية لا شك أننا نحترم الكنيسة ونحترم إنجيلهم كتابهم وحتى صليبهم ونحترم أفكارهم وعقائدهم ولكن لا بأس بزيادة أو توضيح بعض الأمور أنه مثلا الإنجيل لم يثبت أنه وحي من عند الله حتى القرن تقريبا الرابع يعني حتى مثلا يعقوب ومرقص ولوقا ويحنى وبطرس ويهوذى ولوقا وكل هؤلاء الذين كتبوا العهد الجديد هذه المخطوطات لم يزعموا ولم يقولوا ولم يؤكدوا ولم يلمحوا حتى أن هذا الكلام وحي من عند الله بل إنه إلهام من عندهم أو مذكرات كما قال توفيروس الإنطاقي يقول كانت هذه مجرد مذكرات لهؤلاء ودعني أقدم لك بعض من البحوث التي أنا أجريتها شوف هذا مثلا هنا في كتاب نظرة الشاملة لعلم الباترولوجي في القرون الأولى يقول أن هذه المخطوطات كانت إلهام من الكتاب من تلمذة المسيح أو أنه ربما يقصد بالإلهام نزل عليهم الوحي وهذا لا يصح يعني الوحي يجب أن ينزل على المسيح وليس على تلمذته ثم كذلك يقول هنا إنما هي مذكرات يوستينوس الشهيد كذلك يقول إنما هي مذكرات أن الإنجيل مذكرات ومخطوطات لأن الرسل لم يؤمنوا بـ 27 سفر ثم يقول هنا القديس يوستينوس الشهيد في كتاب أقدم النصوص المسيحية يقول أنه في الدفاع عن المسيحيين هذا اسم الكتاب أقدم النصوص المسيحية في الدفاع عن المسيحيين في الحوار مع توريفون ظهر أنه كتاب حوار كان يقول فهناك نصوص كثيرة شطبوها كاملا من التي كتبها شيوخ الكنيسة الكتب لبطليموس لأن بطليموس أمر رجال الدين الكنيسة أن يكتبوا هذه المخطوطات ويدونوها فيقول هو هناك نصوص كثيرة شطبوها كاملا من التي كتبها شيوخ الكنيسة الكتب لبطليموس ثم هنا مثلا يقول يحنى الذهبي الفهم في تفسير متة إنجيل متة القديس يحنى ذهبي الفهم في صفحة 128 عدد 23 أو طبعة 23 يقول لا تتعب نفسك في البحث عن الإنجيل الحقيقي لأن كثيرا من كتب الأنبياء والرسل إذ محلت وفقدت وبادت وأحرقت يعني ظهر أنه عنده النفس المشكلة نحن كمان عثمان بن عفان حرق المصاحف يعني شوف كل الأديان في الواقع يعني عندها مشاكل وكلها حرق بحرقه يعني دائما يكون هناك الكتاب المقدس يعني إذا كنا نؤمن بكتب مقدسة والأنبياء ووجود رب العالمين لا شك أن هناك تمر هذه الكتب على كثير من الأقوام والفاسدين والمجرمين الذين افتعلوا الحروب وأحرقوا الكتب الدينية مثلا الكتب السماوية وقتلوا الأنبياء فهذا شيء طبيعي أن يحرف يعني بعض الكتب السماوية في الواقع شيء مش غريب يعني على الإنسان الذي تقول فيه الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طبيعي